تزبط ساعتك السادسة على شاشة الاهلي مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلوية اللي بيتابعونا وبيتابعوا حلقتنا على هوا وعلى طبعا صفحاتنا على السوشال ميديا اهلا وسهلا بحضرتكم وابداية الكلام منتخب مصر بعد معسكر على مرحلتين وبعد مباريتين لعبهم منتخبنا الوطني مع نيجيريا مع النيجر ومع ليبيريا والاتنين يمشوا مع بعض نيجيريا اللي هو تعمل كوكتيل حي يمكن كلام كتير جدا على وطبعا احنا بنكلم على يعني مجرد بدايات صعب جدا تحكم على تجربة فيتوريا رغم انه المطشين فيهم كتير من الحاجات الإجابية يعني هنتكلم عليهم لكن لسه ما فيش الامتحان التست اللي تقدر تقيس عليه قدرات منتخبنا الوطني وخصوصا طبعا مع توضع وبينقصين مع كامل الاحترام طبعا توضع مستوى سواء منتخب اللي بيري او المنتخب النيجر وفي النهاية يعني في حاجات كتير جدا هنتكلم عنها النهاردة فيما يتعلق بالنحية النحية الفنية الكورة يعني لكن انا الحقيقة يعني يمكن عشان المطشين دول كانوا جايين في توقيتات فيها اجندات اجندة دولية وفيها مطشات في دولة الامم الاوروبية وفيها مبارح مطشات برازيل مع تونس ارجنتين مع جامايكا اسبانيا مع بورتغال حقيقة يعني وانا متفرج كده في حاجة قلبت علي المواجهة بصراحة ويمكن بعض الناس يبصوا عليها انها مش محتاجين نقف عندها قوي لكن انا بالنسبة لي تقدر تقول انها عقدة يعني حاجة كده حصلة من كاس العالم تسايين حاجتين نقطتين تحديدا وكلامت فيما على فكرة قبل كده كتير عسى انه حد يتحرك بس يبدو الموضوع مش فارق او الموضوع بالنسبة لهم سطحي ما انا شايفه مهم جدا الكلام على زي المنتخب الوطني التيشرت او الفلانيل او الكت او الفانيلة زي ما احنا بنسميها هنا في مصر اللي بيلبسها لعيبتنا في منتخب مصر الوطني حاجتين اخدوا بالكم المظهر ده مهم جدا في حاجتين اولا الامج شكل صورة مش منتخب مصر بس صورة مصر انت بتلعب في القاعد الدولية بتغطيها وكالات انباء بتغطيها منصات بتغطيها مواقع الزي اللي انت بترتديه بيعكس صورتك بيعكس صورة البلدي والجزء التاني هو الهوية او الشخصية يعني انباري حول انا بتفرج الحقيقة شفت طيب انا مش بقارن هنا والمقارنة مش وردة يعني هي مش فكرة ان احنا عايزين نبقى زي الفكرة ان احنا عايزين نبقى شبه نفسنا عايزين نعبر عن نفسنا برح شفت مثلا تيشرت منتخب البرازيلي ايه الجمال والشياكة والبساطة والاناقة والجمال ده تيشرت تلبسها وتخرج بيها وفيها شخصية وهوية المنتخب البرازيلي الامر ينطبق على جمايكا ينطبق على الارجنتين ينطبق على البرتغال الحقيقة تيشرت منتخب مصر بيشهد تراجع في المستوى صحيح؟ وفي النهاية انت في النهاية بتمضي مع شركة عالمية يعني الشركة اللي بتوفر ازياء المنتخب هي شركة عالمية فبالتالي ليه ما فيش تصميم مرتبط حتى على مستوى المنتخبات الافريقية جماعينا بنشوف ده يعني بنشوف منتخب الكاميرون بنشوف منتخب كوت ديفوار بيلبسوا حاجة ريليتت بثقافتهم مرتبطة يعني أو يعني ليها علاقة بشخصيتهم هويتهم الثقافية في بعض الأوقات كان بيبع عندنا تفراط الحقيقة لكن انا بشوف انه فيه تراجع على مستوى ازياء الجزء التاني وده الاهم يمكن الشعار الشعار اللي بيحاول افهمه حاولت كتير جدا وتكلمت كتير جدا مع نس في الوسط الرياضي هو ايه الفكرة من التصميم اللي عايش معنا بقاله 32 سنة ويمكن اكتر لك انا فاكر انه هو ده نفس الشعار اللي ظهر به منتخب مصر في كاس العالم في ايطاليا 90 هل كان معنا من قبل كده مش قادر افتكر قوي يعني يعني في 86 بطولة 86 بطولة امم افريقيا اللي خدناها هنا في القاهرة هل كان ده نفس الشعار ولا كان فيه شعار تاني وده كان بمثابة التطور اللامحة الفنية اللي حصها ايه حاولت افهمه حاولت افهم ايه علاقته الكورة لشكلها قديم قوي كورة دي انتهت من 30 سنة شكل ديزاين الكورة ده انتهت من 30 سنة وايه علاقته بالعالم اللي مشدود من وراء ياريت نجيب الصورة تانية عشان انا حابب بالناس تبقى وانا بتكلم افكرها كده لو كانت نسيت يعني شكل الشعار بتاع منتخب امتحاد الكورة المصري الباج اللي بتحط على تيشرت منتخب مصري حد فهم حاجة حد شايف انه وليه علاقة بثقافتنا بتاريخنا بهويتنا الرسالة اللي احنا حابين نوصلها شخصية المنتخب تمسيح النيل الفراعنة اي حاجة ليه علاقة بالسكة دي طبعا ما فيش فاتمنى اتمنى يعني اتمنى انه صحيح هي ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا بس تصدقوني ليها قيمة وليها مرضوط كبير جدا جدا احنا مصر يا جماعة احنا بلد كبيرة جدا 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 وعندنا تاريخ عظيم جدا وبتهيألي انه لازم نفكر انه تيشرت المنتخب الوطني بمن واحد من المنتخبات الكبيرة على مصر افريقيا والكبيرة على مصر الوطن العربي وبيحظى بمتابعة ومشاهدة الملايين انه يبقى عنده كت طليق بالشخصية والهوية المصرية اما عن الكورة واما عن فيتوريا واما عن اللي حصل مبالح لان اللي حصل مبالح كتير ومسهل على الاطلاق فهنتكلم في تفاصيل الحلقة النهاردة بس تسمحونا قبل ما نبتدي السادسة من حضراتكم نروح لفاصل ونرجع لكم على طول خلينا أقول لكم الموضوع الأساسي في حلقة النهاردة هنتكلم عن الكورة هنتكلم عن المطشوات ونقول لكم على الجاي وخصوصا الأسبوع ده في منتهى منتهى الأهمية تقدر تعتبر الأسبوع ده بالنسبة للمسم الجديد بداية الجد وهقول لكم ليه لكن احنا النهاردة يعني ايه الفكرة او ايه الترح اللي هنتكلم فيه في الحلقة النهاردة هو فكرة قانون اللعب المالي النظيف شئنا أم أبينا حتى لما بنيجي متأخرين يعني العالم كله طبعا يمكن واخد خطوات كبيرة جدا في موضوع النظام الخاص بلعبة كرة القدم ونشوف كل يوم تطور في القوانين واللوايح ووايه الآخر واللي يمكن سابقين أويف ده أوروبا لكن انت أكيد سمعت عن الموضوع ده وشئنا أم أبينا هيحصل يمكن أجلا أم عاجلا أنا مش عارف هيحصل إمتى بس هو إجبارا هيحصل عندنا هنا في مصر وهيبقى واحدة من القال لكن إيه قصة وإيه النماذج اللي إحنا لازم نفهمها ونستوعبها النهاردة أنا حقيقة يمكن اتنين من الأندال كبيرة جدا على مستوى العالم في منهم يمكن تناقض كبير جدا اللي حصل عندهم في السنوات الأخيرة في موضوع المركات وإزاي بيسيطروا على قيمة اللاعبين البيع والشراء تحديد القائمة وخصوصا مع الأسعار الفلكية اللي بقت في العالم كله النهاردة أنت بتسمع عن أي صفقة العادي جدا النهاردة تسمع عن 100 مليون يعني ده العادي جدا وفيه النهاردة بتعمل شروط جزائية مثلا نصف مليار يورو عشان العيب فالقصة دي إيه اللي بيحكمها وإيه الضوابط وخصوصا كمان مع دخول الاستثمار في كرة القدم بشكل عنيف والضوابط المرتبطة بدا يعني إحنا عندنا مثلا عندنا السندي مثلا دخل الميلان قبل منه كان الإنتر مع شركة صيني عندنا الدولة الإنجليزية فيه 15 نادي وخد بالك هناك قصة لها قواعد وضوابط وروابط ما حدش يقدر تخطاها يعني ما فيش نادي مثلا أو ما فيش حد رجل أعمال أو صندوق استثمار أو شركة أو عيلة تيجي تخش نادي فطبعا إحنا هنسمي النادي ده باسم العيلة بتاعتنا أو هنسمي النادي ده اسم لا الهوية موجودة وممكن تسمي اسم الملعب ممكن تحط على التيشرت ممكن تستغل الإمكانيات والجمهارية لأنه طبعا في الدولة الإنجليزية ما فيش نادي ما عندهش جمهور ما فيش أنديات شركات يعني قصة هناك غير طبعا لكن حد بيشتري نيو كاسل لا يبقى نيو كاسل زي ما هو حد بيشتري سيتي حد بيشتري تشلسي حد بيشتري منسلسل يونيتد وما بيشتريش كله طبعا بياخد حصة من قيمة النادي تسويقية نظام الأسهم ووقعي لآخر وبالتالي بيبقى مسؤول عن الإدارة لكن في النهاية إزاي ده بيحصل وإيه هي قصة والتفاصيل بتاعتها ده اللي هنتكلم فيه النهاردة ليه بقول لحضراتكم بقى إن الأسبوع ده جد الجد ومن النهاردة تحديدا بداية جد الجد للموسم الجديد كل اللي حصل قبل كده من بداية المؤسكر ومن بداية تطبيق نظام اليوم الكامل ومن بداية تولي ميستر مارسل كولر المسؤولية تعتبروا مجرد تمهيد استغلوا الجهاز الفني أفضل استغلال لكن بداية الجد النهاردة لأنه النهاردة امتى النادي الأهلي كان فول سكواد زي النهاردة النهاردة بينضم اللعيبة الدولية اللي كانت موجودة مع المنتخبات سواء منتخب مصر الأول أو منتخب مصر الأولمبي بالإضافة طبعا لعودة معلول وديانجو ومشاركتهم مع نادي الأهلي التامنين النهاردة كان على فترتين الفترة المسائية اللي بدأت يمكن من دقايق مش كتير يعني دي كانت مخصصة أكتر للعيبة الدولية اللي رجعت من مؤسكرات منتخباتها عشان يتفرج عليهم أو يبتدي يشتغل معهم ميسر مارسل كولار فباستثناء من كل سكواد الأهلي باستثناء عمار و بيرسيتاو الأهلي موجود النهاردة في ملعب التيتش مرة تانية بيرجع الأهلي للملعب التيتش تقريبا فول سكواد ينقصنا بس عمار و بيرسيتاو بيرسيتاو طبعا كانت تمرينات خفيفة كده ما شاركش في التمرينة الجامعية وعمار قريب جدا إن شاء الله يمكن بعد مباراة الاتحاد المنستيلي أعتقد يقدر يدخل فيه وده طبعا أليو تزينج نجم المنتخب المالي الدبابة المالية واحد من الصفقات الأجانب يعني تتمنى دايما أن يكون الأجانب على نفس المستوى هذه صفقة أفريقية لا هي لاتينية ولا جاية من أوروبا لكن الحقيقة ولد تسلم العين اللي شايفت وتبعت واختارت أثبت كفاءة واحد من يمكن إن لم يكن هو أهم محترف مصري محترف أجنبي يعني مصري في الدولي المصري في السنوات الأخيرة كلها طيب الإسبوع ده هو الإسبوع الأخير كمان قبل مواجهة الاتحاد المنستيلي وفي الإسبوع ده كل اللي أنت عايز تعرفه هتعرفه وهيتم حسم كل الأضايا المرتبطة بالموسم الجديد بقى بنتكلم على الرعاية وبنتكلم على الكت الجديدة بتاعت النادي الأهلي أو اللبس الجديد بتاعت النادي الأهلي تيشرت جديدة اللي يظهر بها الأهلي في مبارات الاتحاد المنستيلي بنتكلم على الصفقات للأهلي بيحط الرطوش الأخيرة أو اللمسات الأخيرة واللي هتشارك مع الأهلي في الموسم الجديد وطبعا إنه الراجل بقى يبتدي يشتغل مع الفريق ككل أول مرة تتاح لي فرصة إنه يشتغل مع الفريق بشكل كامل أدي حمدي طبعا كريم أيمن أشرف كان معاهم طبعا عبد المنعم والشناوي في منتخب مصر الأول أدي الشناوي طبعا في الصورة فلأول مرة طبعا كل اللعيبة التانية كانت بتشارك طبعا في تمرين النهاردة الصباحي يعني سكواد الأهلي كله اللي يشتغل مع ميسة الكولر على مدار الأيام الأخيرة كان ليه التمرين الصباحية بتاعت النهاردة مصطفى شوبير وكابت الخطيب كان حضر النهاردة التمرين وأعتقد زي ما قلنا دخلنا بقى يوم ستة عشان نلعب مع الاتحاد المنستيري يوم تسعة ونتمنى طبعا يعني أنا بشوف أنه الرجل خد فرصة طيبة جدا كان عنده من الوقت أنه يقرب يكتشف والراجل بزل مجهود كبير يعني ميسة الكولر مركز قوي 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 على التفاصيل حالة الانضباط وحالة التركيز عشان أطمن يعني الناس في أعلى مستوياتها والحالة المعنوية عند اللعيبة في أعلى مستوياتها بداية قدر تقول عليها ريسات عملنا ريسات مش ريستارت ريسات فرق بين ريستارت و ريسات ريسات يعني بتصفر عددات كله مصفر عددات والبداية والراجل الحقيقي قال أن الفرصة عند الأسماء كلها سواسايا يهمني العقلية الالتزام مستوى الأداء لا هيهمني لعيب كبير ولا لعيب صغير لا هيهمني لعيب خبرة ولا لعيب طالع من تحت أو لا هيهمني لعيب بقاله في السكواد 3-4 سنين أو لعيب لسه جاي صفقة جديدة هيهمني العقلية هيهمني التركيز الالتزام ومستوى الأداء ده كان عنوان للمرحلة اللي فاتت كل التوفيق طبعا أعتقد المهانسة عدلي القياه مهانسة عدلي القياه مع كابتن سعد عبد الحفيز طبعا وكل التوفيق لشركة الأهلي لكورة القدم يعني أمال أمال وطموحات وأحلام الجبهير النادي الأهلي بإذن الله في أيدي أمينة وأعتقد أنه يعني ليس تقليلا طبعا من الأسماء اللي كان بتتولى المسئولية واعتزرت عن الاستمرار في الشركة الحقيقة برضو أسماء كانت كلها محترمة وكانت الحقيقة محل ثقة ثقة كبيرة جدا عند كل الجبهير النادي الأهلي ولكن المجلس حالي أيضا بقيادة المهانسة عدلي القياه أعتقد عنده من الخبرة ومن الدراية ومن الإمكانيات ومن العلاقات ما يوكلوا لإدارة الملف ده على أحسن ما يكون كل التوفيق لشركة الأهلي الكرة القدم طيب ده بالنسبة لتمرينة الأهلي نروح لمجموعة من أخبارنا طبعا أنتم عارفين حضراتكم إحنا كاس العالم بالمناسبة عشان اللي ما يعرفش يعرف برضو كاس العالم معاد افتتاحه اتغير جدوله اتغير قطر قررت أنها تغير حفل افتتاح ومباراة افتتاح أو تقدم يعني بمعنى بمعنى صح بعد ما كان حصل بالمناسبة خدوا بالكم أنت بتكلم على حدث بيتم التحضير ليه من سنوات وتم الإعلان عن بدء العد التنازلي ليه في احتفالات ضخمة وحضرها كتير من نجوم العالم ووسائل الإعلام كلها نقلتها وبتالي كانت مشكلة شوية وعملت رابكة عملت رابكة على أكتر من مستوى مستوى الإقامة أنت عارف طبعا لما الناس تبقى محضرة كاس عالم عارف أنه مطش الافتتاح يوم كذا فبتبتدي تحضر تذاكر طيرانها بتبتدي تحجز فندقها أو إلى آخره وبيترتب على ده أنه حاجات كتيرة جدا بتبقى خلاص تم الاستقرار عليها من وقت بدري قبل بداية المطولة بكتير عشان تعرف تلاقي مكان تقيم فيه عشان تعرف تلاقي حاجة طيران مناسب ليومك عشان تحجز تذاكر المطشاط اللي أنت هتحضرها فلما بيتغير المعاد حتى لو يوم واحد بيعمل حالة ارتباك عنيفة جدا وده اللي مذكور حتى على الموقع الرسمي لبطولة كاس العالم البطولة هيتم التبكير بها يوم واحد يعني هتقام يوم بدري عن المعاد اللي كانت محددة لي لكن اللي كنت يعني ده كان الشيء بالشيء يسكر لكن اللي كنت عايز أكلم حضراتكم فيه هو فترة الفترة بتاعت كاس العالم من من 19-11 لـ 18-12 الفترة دي طبعا مفترض يعني مفترض أنه الاتحاد الدولي بيمنع يعني يكون فيه نشاط في أي حاجة في الدنيا غير بطولة كاس العالم في بعض الاتحادات بعض الاتحادات وخصوصا من المنتخبات اللي مش بتشارك في البطولة بتطلب من الاتحاد الدولي أنه يسمح لها بأنه يعني المسابقات المحلية الرئيسية يتم استكمالها دولي أو كاس أو حتى لو ده مش هيكون مسموح فمن الممكن أنه يكون فيه بطولات اللي هي اللي هي زي الدرع الخيرية زي بطولة كاس الرابط عندنا هنا مثلا في مصر أنه يتم لعب المطشاط عشان يعني نخلص من جزء من مباراة الموسم لكن في النهاية فيتوريا بيفكر أنه في الفترة دي يبدأ المؤسكر التاني للمنتخب الوطني وفي التوقيت بتاع شهر 11 ده طبعا عالم كله هتكون مشغول بمتابعة كاس العالم لكن الراجل بيفكر يستغل الفترة دي بما أنه منتخب مصر للأسف ودع للأسف ودع كنا نتمنى نشوف منتخب مصر في البطولة لكن الراجل بيفكر يعمل معسكر تاني في التوقيت ده يستغل فترة التوقف دي وبما أنه النشاط غالبا هيبقى متوقف أنه يعمل معسكر تاني يجمع فيه لعيبة المنتخب الوطني بالمناسبة فيه مكاسب كتير أو لعيبة كتيرة كسبها المنتخب في التوقيت ده وفيه لعيبة تقلقت بشكل يمكن حتى ما شفناهمش في المستوى ده مع كيروش أبرزهم يعني لفت ونظري جدا مرموش يعني مرموش الحقيقة كان نجم المباراة مباراة بارح تقلق بشكل كبير جدا وكان نجم المنتخب تريزي جي تقدر تقول أنه رجع أو استعاد جزء كبير وبشوف أنه تريزي جي تراهن عنه كمان لسه عنده أفضل من كده كريم فؤاد بشوفه حقيقة ولد يعني مش بسمع المنتخب حتى في نهاية الموسم اللي فات أنا من يوم ما الأهلي أعرن على الصفقة دي وبقول أنه كريم فؤاد مستقبل الجبهة يمنى في في منتخب مصر وفي النادي الأهلي ليس تقليلا أبدا من هاني بالعكس أنا بشوف أنه الصراع اللي هيحصل بين هاني وبين أكرم وبين كريم في الحتة دي هيعلي ناحية تلبك اليمين وأتمنى أنه محمد أشرف مع كريمة دي بيس مع رقفة خليل حسب طبعا رؤية الجهاز الفني ورؤية مستر كولر يعلولك برضو الناحية الشمال مع يخش مع معلول المنافسة في كل مركز أولا بتريح ثانيا بتدي فرصة أن المدير الفني يعمل عملية تدوير ثالثا بتخلي كل واحد من اللعيبة اللي يبالعوه في المركز ده يطلع أفضل ما عنده ودي حاجة من الحاجات مع الراحة السلبية مع جهاز فني جديد اللي تراهن عليها إن شاء الله في الموسم الجاي بالنسبة للنادي لأهلي طيب مفترض أنه هيلعب كمان وده التس الحقيقي ده لو عايز تقيس خضرات فيتوريا مش حكم نهائي يعني يعني خليها يتفق أنه اللي حصل مثلا سيناريو اللي حصل مع إيهاب جلال في وديت كوريا وأنه يرجع ومن هو رايح ومن هو رجع يعرف أنه خلاص قصته مع منتخب مصر انتهت مش ممكن مش ممكن يحصل مع فيتوريا حتى لو شال سكور من بلجيك تجربة قوية جدا يقف فيها على قدرة إيئيس تدر تيئيس منها قدرات المنتخب الوطني في مواجهة واحد من المنتخبات المرشح على الأقل لمربع دهبي في بطولة كسر عالم واحد من أقوى المنتخبات الموجودة حاليا لما تبص لتاريخ المواجهات كله في مصلحة يعني منتخب مصر لعب مع منتخب بلجيكا أربع مطشاط كسبنا منهم تلاتة وآخر مباراة في 2018 أعتقد كسبونا هم تلاتة سفر لكن بلجيكا السنة دي ده طبعا كان في المشورة ساعدتنا على بطولة كسر عالم لكن بلجيكا السنة دي حتى تاني خالص يعني بص على كل الخطوط من أول تيبو كورتوا وصورا ل لوكاكو وعد في النص بقى كوكتيل يعني هازرد اللي استعاد جزء كبير من المستوى أو مش جزء كبير بس رجع هازرد اللي احنا كنا عارفينه وكنا شايفينه فاتشالسي قبل ما يروح الريال دي بروينا أفضل لاعب ودي وجهة نظر شخصية يعني أنا بشوفه أفضل لاعب خط ونص في العالم كل لعيب تبني عليه سكواد يعني تحط دي بروينا وحط معه بقى زي ما انت عايز بعد كده وعندهم الحقيقة عناصر كتير جدا جدا ميرتنز من العناصر المميزة جدا فمنتخب الحقيقة حقيقة يعني هتبقى تجربة قاسية جدا على منتخبنا ونتمنى طبعا أنه روي فيتوريا أو روي فيتوريا يستفيد منها على أكمل وجهة مباراة محدد لها أعتقد يوم 18 يعني يمكن المعاد يتغير لأنه قلت حقاكم أنه معاد افتتاح كاس العلم اتغير فبالتالي ممكن جدا يتم الاتفاع على أنه المطش يتقدم شوية عشان ما يبقاش بالتزامن طبعا محدش هتفرج على مطش يعني مباراوت دية وبالجيكا أعتقد يعني لازم هتبع بالمباراة كمان قبل بداية كاس العلم بفترة مناسبة وفي احتمال كان فيه بعض الاتصالات أنه يبقى فيه مباراة مع واحدة من الدول الخليجية أو يعني كان فيه كلام أنه ممكن يبقى فيه مباراة بتجمع بين مصر والكويت أو مصر والأردن برضو في إطار في إطار نفس المعسكر اللي بيحضر لي روي فيتوريا مباراة بمناسبة أنا أمكان المطش اللي اتفرجت عليه كان يعني المطش اللي اتفرجت عليه بالكامل كان البرازيل وتونس وطبعا تونس شاءلت سكور تقيل جدا وبرازيل السندي أعتقد أعتقد هترجع للبرازيل اللي هو تحطه في المنتخبات هي طول عمرها في المنتخبات الأولى بس فيه في نفسك كسر عالم تحس أنه ملهاش طعب مش دي البرازيل اللي احنا متعودين عليها دايما لكن البرازيل السكورت اللي أنا شوفته مبارح المستوى اللي أنا شوفته مبارح يعني فرقة بتكشر عن عنيابها وبتقول أنا جاية نفس على بطولة كسر عالم اللي جاية كسبه خمسة لكن على هامش المباراة كده قصة يمكن يعني بعيدا عن الخمسة وبعيدا عن مستوى المنتخب التونسي في المباراة لكن قصة إحراز ريت شارلسون للهدف التاني اللي يمكن كان فيه معاه يعني اتهامات بأنه بعض الجماهير التونسية يعني مرسة تعدي عنصري أو راموا هم راموا موزع على الولد يعني في الملعب وده تصنف على أنه يعني تعدي عنصري على ريت شارلسون الموضوع تطور بشكل جبير جدا هو كتب على صفحته التحدي البرازيلي كتب على صفحته نادي توتان هام اللي بيلعب لي ريت شارلسون كتب على صفحته استنكار وده اللي خلى في النهاية أن التحدي التونسي كمان يرد ويكتب على صفحته أنه كل الجماهير التونسية اللي حضرت كانت ملتزمة جدا وقدمت نموذج رائع وأنه ما فيش حاجة تثبت أنه الاعتداء اللي حصل على ريت شارلسون ده جاي من الجماهير التونسية لأنه كان فيه ناس كتيرة جدا أكيد طبعا مش الجمهور البرازيلي فبالتالي كان فيه جنسيات كتيرة بالتالي بالتالي كان فيه مباراة والموضوع عمل شبه أزمة طيب هنتكلم على ماتشاط منتخب مصر وهنتكلم على طبعا الليعب المالي نظيف حضر معنا في السادسة وهنتكلم كمان على الجولة بتاعت انبارح سواء في الأجندة الدولية أو في بطولة دولة الأمم الأوروبية اللي حقيقة فيه كان مفاجآت من عارض تييل مبارح بس هتسمحولنا قبل ما نستقبل جوفنا ونفتح موضوعاتنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم قبل ما ندخل في الموضوع خلييني أقول لكم خبر يمكن لسه جايلنا حالا أنه مجلس إدارة النادي الأهلي برأسة كابتن محمود الخطيب وافق على طلب اتنين من نجوم بسكت النادي الأهلي الحقيقة أسماء يعني عندها مشوار طويل جدا رحلة طويلة جدا حياتهم كلها قضوها في نادي الأهلي من بداية المشوار وهم عندهم تمن سنين طلبهم طبعا بالاعتزال كلام على اتنين من كبار نجوم سلة الأهلي مودي الجرحي وابراهيم الجمال والحقيقة يمكن الاسمين دول لهم يعني في مكانة خاصة جدا عند جماهير النادي الأهلي والتقديرا طبعا المشوار هذا الأهلي يوافق على طلبهم بالاعتزال طيب ندخل في موضوعنا وقبل ما ندخل في التفاصيل والقوانين والكلام التقيل ده خلينا نقول لكم طبعا انه في اللحظة اللي بنكلم حضراتكم فيها ميستر مارسيل كولر بياخد بنفسه تدريبات مجموعة اللعيبة الدولية اللي انتظمت فيه التمرين الخمسة اللي كانوا موجودين مع منتخب مصر وعليو دانج اللي وصل فجر اليوم للقاهرة وانضم الاسكواد النادي الاهلي وعن نتكلم شرائع عن الاسبوع ده بس قبل ما ندخل في العالم واللي ما تبعشوا معنا بداية الحلقة كنت ابتديت واتكلمت على حاجة بتقلب علي المواجع دايما يعني وحبيت جدا اخد رأي ضيوفي المتقلقين واللي بيشرفوني دايما في سادسة خالد عامر وفاروق عصام بيشرفوني طبعا ارحب بيهم بداية خالد مساء الخير واهلا وسهلا بك وفاروق أهلا وسهلا والله سلمك اولا مبسوط تاني ان انا معاكو مع صديق العزيز فاروق الحلقة بتبقى لطيفة جدا في صحبتكم وانا ببسر جدا معاكو فاروق اهلا وسهلا ونور الدنيا اهلا بك احمد دايما مبسوط ان انا معاكو مبسوط ان انا مع خالد وان شاء الله نكسر بدوني قبل ما ادخل في التفاصيل كنت عامل انترو الحلقة انبارح كنت متفاجع عن مطش منتخب مصر كل حتى في الدنيا تعودنا بالذات لما نكون من كامعة منتخب كبير ومش على مستوى العالم مش لازم نتكلم مع برازيل والمانيا وفرنسا على الرغم ان انا نشوف ان احنا مصر كدولة مش أقل من الدول دي حتى على مستوى افريقيا نشوف منتخبات زي الكاميرون زي كودفور زي المغرب دايما بتلاقي الكت وبتلاقي الشعار او البدج اللي موجود عليه ليه علاقة بالتاريخ وليه علاقة بالثقافة وليه علاقة بالهوية انا ابدأت اعتراضي الحقيقة على الكتل الجديدة على الرغم منها هتعملنا فيها مع شركة عالمية لكن تبدو زيها زي اي لبس فريق بيلعب في دولة درجة التالية ولا دولة درجة التالتة حتى هنا في مصر مفيش حاجة مرتبطة بثقافتنا مفيش حاجة لها علاقة بشخصيتنا وهويتنا المصرية مش عارف يعني تتفقوا وتختلفوا أسمع رأيكم مبتدي بخالي تغلبا أنا واثنين صحابي اللي في مصر اللي معجبين بالتيشرت يعني لو فيه اثنين معجبين يبقى يبقى يعني يبقى 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 غالبا فيه إجماع على التيشرت وحش انا اصراع شايف لطيف يعني بحابب الديزاين الخطوط اللي موجودة ويمكن برضو لزي ما كنا لسه تغلبا عشان رمي على ميلان شوية أبيض في خطوط سودة وأحمر في سود وكمان لإنه بفكرني شوية بالزمن الجميل 98 نفس الديزاين بتاع تيشرت 98 مع اختلاف طبعا البراند ولكن مع نفس الديزاين تقريبا ده وحش قوي لمرض قدامنا على الشاشة ده أحلى صحيح لا يعني مش عجبني خالص بس اللحمر عجبني كان ينقصه زي ما كنت لسه لو شلت باج الاتحاد الكورة يعني إلي يقول إذا منتخب مصر لا هو حتى المدينة الاتحاد الكورة بتاع اللابيا ده لو شلت الاتحاد الكورة باي جيز خالص مش يعني مش تيشرت كورة اللحمر لا فاهم طبعا اللحمر لطيف جدا بالنسبالي ينقصه بس كنت لسه بتقول عليه الحتة بتاعة الهوية التيشرت اللي فات كان برضو برند مختلف عن التيشرت اللحنا لابسانها المرادي ولكن كان فيها النقوش الفرعونية البسيطة ديب من الألوان المصرية فكان الحالة العامة بتعبر عن الهوية المصرية التيشرت ده الديزاين بتاعه لطيف ولكن ينقصه الحتة بتاعة الهوية اللي بتتكلم عليه متفق معاك تماما هجيلك بقى في الحاجة التانية اللي محيراني بقى لها 32 سنة بقى لها 32 سنة الشعار بتاع منتخب مصر يعني حاولت افهم ايه الكونسبت او ايه الفكرة وراء فكرة ان انا اعمل شعار منتخب مصر بالشكل ده ممكن لو ممكن نجيب الصورة الكتل بيضة تاني يمكن الشعار واضح عليها بشكل اكتر فكرة اولا شكل الكرة ده اللي كان بتاع فيه في الثمانينات فكرة انتهى من زمان جد ثانيا مش قادر افهم ايه علاقة الكرة بالعالم المجدود وليه ما 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 فكرناش نعمل حاجة برضو مرتبطة هو بقى له كام سنة اعزين نتكلم قديم قوي حتى كبير يعني مسحته كبيرة في التيشرت ومسحته كبيرة على اي تيشرت وغير كده كمان احنا بنشوف الاندية العالمية كلها فحاليا وحديثا للوقت الماركت بيقول ان انت لو هتضطر تغير الشعار بتاعك لشعار يوافق الموجودة ويوافق تسويقيا الخطط اللي انت حاطتها هتغيره نادي يوفينتوس في اكتر من نادي يوفينتوس او عراقة نادي يوفينتوس في ايطاليا لجأ ان هو غير الشعار تماما عن شعار القديم وعشان النواحي التسويقية بقت افضل بالنسبة النادي النادي غير اكتر من مرة وغير اهو اهو واخد يشرح واخد الخطوط السودة الغريبة اللي حوالين العالم لا هو في مطالبات من فترة طويلة ان الشعار التحدي يتغير لانه مش بس بخص التحدي الكرة دي يعني لا 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 تنتج يعني المصانع بتاعت الكرة ما بتنتجهاش دي كورة حوالي 25 سنة كس العالم سبعين بس عشان برضو النموذج ده بتاع الكرة هو الشكل المبسط لكرة القدم ده موجود في كل او في اغلب الاتحادات او في اغلب المنتخبات بنفس الشكل ده باختلاف الالوان كولومبيا بأصفر فزرق بنفس الشكل ده يعني هو الشكل واحد بس هو الديزاين كله على بس انت بتشوف النتخبات افريقيا تلاقي مثلا كاميرون حتى اسد يعني فيها فيها الكرة موجودة وفيها حاجات تانية بس فيها برضو عشان ما نجحفش الحق الناس فيها عمق ناس مين انت تعرف مين اللي عمل الشهر عمق لان الكرة محطوطة في وسط دوامة بتعبر عن حال الكرة المصري يعني الدوامة اللي هم نخلص منها دي على فكرة هو فيها عمق لو ركزنا شوية هنلاقي الحمد الله معبر معبر على الدوامة يعني ندخل في موضوع يعني يبتدي معاكم الأول قبل ما أتكلم عن الكرة أوروبية واتكلم على موضوع حلقتنا النهاردة عايز أخذ تقيم كم لانطلاقة روي فيتوريا يعني لعب مطشين صحيح منتخبات مش مصنفة أو مش يعني مش منتخبات قوية قوي فرأيك في التجربة الحاجات التي استفدناها هل ظهرت بدايات أو بوادر بصمات روي فيتوريا مع المنتخب الوطني هو آه نحن ما تأهلنش لكاس العالم بس ده مش معناه نحن اللعب نايجر ولايبيريا أعتقد دي المرة الكام اللي نحن اللعب فيها لايبيريا أو نعب فيها نايجر أعتقد كررت كتير في السنين الفاتحة والمنتخب حتى الأوليمبي بلاعب بينين مطشين أو حتى بينين اسم زكر كتير فالتجربة بالنسبة لي هي تجربة سهلة ورغم سهولة التجربة أنت مفروض كمنتخب مصر في المباراة السابقة المباراة الودي اللي بتبقى سهل على أرضك أعتقد كان بيبقى في عروض أفضل من كده بداية روي فيتوريا هو لسه معرفش اللعيبة والقايمة بتتغير وهو أعطى تجارب للعيبة كتير بس أنا كنت عايز أشوف ملامح أفضل من كده شراسة هجومية أفضل من كده العناصر وخصوصا في الماتش التاني بعد محمد صلاح ما كانش موجود العناصر الهجومية في المنتخب الوطني أنا بشوفها كأسماء يعني ما دغارتش ما دغارتش وكان مطالب روي فيتوريا أنه يدخل عناصر الهجومية جديدة ونشوفها أكتر ونشوف تجربة يعني تريزي جي آه ما فيش اختلاف على تريزي جي لعب كبير لكن كنا عايزين نشوف لعب تاني بالدور المصري بياخد فرصة في المركز ده أحمد رفعت كنا عايزين نشوف مع المنتخب بعد التقلق في البطولة العربية ما خادش فرص بعديها في أكتر من لعب كنا عايزين نشوف في المراكز اللجومية تحديدا خط الوسط برضو ما كانش فيه تجديد عن المباراة المباراة النيجر شفنا نفس الأسماء شفنا محمود حمد أثبت نفسه وكان لعب جيد ولكن عايزين نشوف أسماء محمود حمد أقليب الدنيا بس بير هو كبير هو الراجل نفسه تكلم عنه وقال لك زي ده أول مرة يلعب بس أنت عايز إيه يعني أنت عايز إيه أنت عايز تستطيع لعب عنده 28 سنة أو 30 سنة ولا عايز تعمل لعيبة جديدة للمنتخب تدي لعيبة خبرات تكسب لعيبة هتفيدك في المستقبل هتبقى موجودة على الألف كاس العالم 20-26 أو في بطولات الأمم اللي جاية محمود حمد لعيب كويس وفي الدورة المصري كان واحد من اللعيبة المميزة لكن هو لعيب كبير في السن ومع مرور الوقت مش هيقدر بدنيا خصوصا أنه لعب وسن ملعب يقدي مش عايزين نظلمه هو لعب كويس وكل حاجة لكن أنا أفضل في مركزه يكون لعب أصغر في السن حتى لو لعب أنني وأكرم موجودين يعني موجودين وهو أكرم صغير أكرم لعيبة كتير من اللي خدت التجارب دي مش هتكون موجودة في الفترة اللي جال إن فيه لعيبة أساسية هتطل عليها لو بتتكلم على كاس عالم 26 70% مسكواد المنتخب ده مش موجود طب فين بقى التحضير لي يعني مشروع أنت جبت روي فيتوريا العقد بتاعه 4 سنين وقلنا إنه ده مشروع للمستقبل وفيه أفكار روي فيتوريا هاي يقدر يعد منتخب قوي ولكن أنا شايف نفس الأسماء موجودة أنا شايف نفس خطة اللعب اللي إنت مطلعبش بيها في الدور المصري 4 3 3 طبقها الأول في المراحل السنية وطبقها في الدور المصري بعد كده استفيد منها في المنتخب لكن ما يقيش تلعب في المنتخب بخطة لعب واسلوب لعب مختلف تماما عن ده يدى الدور المصري السلاس الموجود في أوسط الملعب مش موجود في الدوري المصري مش موجود في المنتخب الأولمبيو مش موجود في المنتخبات الشباب. لازم اللعيبة لازم بقى فيه هوية واضحة ومشروع واضح. أنا قلت روي فيتوريا هيجي. هيبقى فيه أسماء جديدة شابة. صعيدة بيتم إعدادها للبطولات المستقبلية. لكن أنا شفت في الاختيارات وفي المباراتين الوديتين نفس الأسماء. وكان فيه ملاحظات كبيرة. يعني لو اتكلمنا عن اللعيبة مش عايزين نذكر اللعيبة بالاسم. لكن هي كانت موجودة الفترة اللي فاتت. وفي قمتها مقدمتش المنتخب المصري. منهم اللعيبة كانت موجودة في كاس العام 2018. وكانوا في قمة مستواهم. ومقدموش المطلوب بيجوا بعد كده. بعد تقدمهم في السن. وبعد ما خلاص يعني أعتقد أنهم في مراحلهم الأخيرة في مساريتهم. بينضموا تاني للمنتخب المصري. بيتواجدوا بشكل أساسي في المبارات الودية. أعتقد كان التغيير يبقى أكبر من كده شوية. في مكاسب. لفتت نظرك خالد في المعسكر وفي الموطشين. أسماء جديدة إضافة للسكواد. طريقة لعب. حاجة تغيرت عن مرحلة كيروش. عن مرحلة حسام البدري. مش قادر أقول مرحلة إهاب جال طبعا. 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 لكن شفت حاجة مختلفة في شكل المنتخب. الفكرة. آه محمود حمادة طبعا. واحد من المكاسب اللي أنا شايفة في المنتخب. ومختلف مع فاروق. فيما يخص أنه هو إحنا بنعدل المستقبل. ولا بنجيب بلعب عن 28 سنة. لأنه هو مش ذنبه أنه نضمه هو كبير في السلطة. لا طبعا. مش ذنبه. هو بالضبط. يعني هو يلام في ده. المدربين السابقين اللي ما كانوش بضمه محمود حمادة. وهو عنده 23 سنة و 25 سنة. إنه هو بينضمه هو عن 28 سنة. حاجة تحسب له. وحاجة نبني عليها. عشان نبص بعد كده للمواهب التانية. اللي مبرة الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمحترفين. والكلام ده كله. لأننا عندنا مواهب في كل فرق الدوري. تقدر تمثل المنتخب. مبارح بنشوف إسلام عيسى. تقريبا أول مباراة دولية ليه. بيقدر يصنع هدف عن طريق الحصول على رقل الجزاء. لهدف الثالث اللي أحرزه أحمد حسن كوكا. مكاسب. شفت مكاسب. ولكن ما أقدرش أبني على المكاسب دي. لأنه زي ما فاروق مقال بالزبط. أنا متفق معاه تماما أولا. أنه طريقة اللعب اللي ما بنلعبش بها في الدور المصري. مش عارف ليه الإسراع الـ 4-3-3. خاصة أن أنا انبسطت جدا لما روي فيتوريا جيه. مع وجود ساعتها كان سوارش وفريرة. فالتريو البرتغالي. الفلسفة واحدة. فممكن يوحدوا خطة اللعب. بما يصب في مصلحة المنتخب. ولكن فجأت تاني 4-3-3 بنفس الوجوه. زي ما كان فاروق ما بيقول. الوجوه مش هي المشكلة. لأن الوجوه هي أبرز الوجوه اللي موجودة. أنا ما عنديش مشكلة أن هم الوجوه دولة هم اللي يلعبوا. لأنه احنا ما عندناش في خط وسط منتخب مصر أفضل من طريق حامد محمد النني. حمدي فتحي عمر السلية. ما عندناش حد أفضل من دول. ما عندناش صنوع لعبة أفضل من أفشة من عبدالله السعيد. ما عندناش مهاجمين غير العدد الموجود. فالوجوه مش هي اللي فكرة. يعني لو عايزين نبني. نبني من تحت خالص. لأنه اتفربنا مثلا على مطش المنتخب الأولمبي وبنين زي ما كان فاروق لسه ما بيقول. ما فيش عندنا مواهب في المنتخب الأولمبي بشكل يعني المنتخب الأولمبي اللي قبله كان مميز جدا. اللي قبله كان مميز جدا. اللي قبله كان مميز جدا. دلوقتي بابوس على المنتخب الأولمبي. ما فيش الموهبة الفذة اللي ممكن يحترف. اللي ممكن يتساعد فرستين منتخب مصر. اللي هو منتخب مصر الأول. ما فيش الحاجة. فأحنا دلوقتي مش في مرحلة بنا. احنا دلوقتي في مرحلة الساتلينج في مرحلة ان احنا نستقر على السكواد من العناصر المميزة اللي عندنا بالخطة اللي احنا عارفينها انا نفسي نرجع تاني نلعب ب4,2,3,1 في منتخب مصر او نلعب زي فريرا ما بيلعب في الزمالك 3,4,3 او 3,5,2 زي ما كان منتخب مصر ما بيلعب مع كابتن حسن شحاد 4,3,3 احنا مش عارفين نكو بوب معها مش عارفين نتوافق معها صحيح طيب يعني كل التوفير المنتخب واعتقد انه المعسكر اللي جاي والديد بلجيكا لو تلعبت يعني اعتقد هتبين احنا وقفين فين وهيكون تجربة تقدر تقيس عليها والراجل كمان محتاج يقيس انه بتهادي ان الراجل غدا تي مش قليل الصورة بشكل كامل قدرات منتخب مصر مشاكله ايه يقدر يشتغل عليها ازاي اعتقد ده ممكن يحصل فيه المعسكر اللي جاي قبل ما نروح لفاصل خانيني اقولكم انه عندنا كلام كتير قوي على قانون اللعب المالي النظيف على المركاتو على سندي الاستثمار او على اشكال الاستثمار المختلفة اللي داخل في كورة القدم على تأثيرها على اسعار الصفقات وعندنا نموزاجين مهمين جدا ويمكن التباين اللي بينهم يشرح لحضراتكم الفكرة بشكل اوضح بس هتسمحون قبل ما ندخل في الموضوع هنروح لفاصل ونرجع لكم مع بيوثنا طبعا في استدرسات بعد الفاصل مباشرة نشرح بشكل مبسط كده وسريع ايه المصطلح بتاع قانون اللعب المالي النظيف وتأثيره ايه على الاليات المرتبطة بلعبة كورة القدم وايه الاختلاف بين دوريات واخرى وايه قصة الاستثمارات الاجنبية يعني يكفي ان انا اقول لكم واحدة من المعلومات انه 75% من اندية انجلترا اللي هي اهم دولة دلوقتي على مستوى اندية في العالم كله 75% من اندية انجلترا مملوكة لمستثمرين اجانب تتراجع النسبة دي في دوري زي دوري الايطالي بتوصل ل 35% ابوص على البونزليجا مثلا في المانيا لأ قص عندهم غير صفر في المانيا لاندية فيش اندية فيش تجارب استثمار دخلت في الاندية المانية فخلينا نتكلم الاول خالد نشرح الناس سريعا ايه فكرة قانون اللعب ايه قانون اللعب المالي النظيف ده بسهب منطقة البساطة عشان ما نعقدش الدنيا على الناس ممنوع تصرف اكتر ما بيتخلك انت بيتخلك عوائد 10 جنيه ما تصرفش اكتر من 10 جنيه يستثنى منها المصاريف اللي بتتصرف على البنية التحتية على انشاء ملاعب على تطوير ملاعب على البنية التحتية على الكلام ده كله ولكن بيدخل فيها اجور اللاعبين اجور الموظفين اجور اي اجور خاصة بالنيادي او بكرة القدم تدخل من ضمن المصروفات بتاعة الفريق فبالتالي ما ينفعش تجيب صفقات بمليون يورو وانت دخلك 800 الف بل الزبط كتير تمام ايه يعني افهم قصدي تمام ده بمنطقة البساطة اللي في الدنيا عشان كده بنشوف انه القانون ده عشان الناس ما تختلطش عليها الامور القانون ده بدأ تطبيقه رسميا سنة 2012 اوكي سنة 2012 بدأ قانون اللعب المالي النظيف وبدأ الاتحاد الاوروبي يلاحق الاندية بتتخطى الكلام ده شفنا الميلان شفنا منشستر سيتي شفنا باريس سان جرما شفنا بعقوبات بعقوبات الميلان كان بالضبط كده ياما ايقاف من القيد ياما استبعاد من المسابقات الاوروبية ياما غرامة مادية ياما كل ما سبق لو هو تخطى بمبلغ مال كبير الميلان سنة 2018 صرف 200 مليون تقريبا طبعا كانوا 200 مليون هبقا منثورا يعني فصفقات لم تؤتي ثمارها خالص بس الفيفا مالوش علاقة اتت ثمارها ولا لا الفيفا ليها علاقة او اليويفا اللعب المالي النظيف ده طبعا لاتحاد الاوروبا ناسف الصفقات اللي انت جبتها باع التشيرتات بنفس المقابل اللي انت شاريتها بي حققت القاب جابت لك فلوس بنفس المقابل اللي انت شاريتها بي بس حقوقه بس تلفزيوني تذكر ماتشاط بس اي انكم جاي من نشاط كورت القاتل بالزبط كده عشان الميلان ما حققش ده وقع تحت براسن العقوبات فتم جدولة الموضوع عشان الميلان يجدول العقوبات بتاعته استبعدة ساعته كان بلعب في الدوري الاوروبي مش في دوري الابطال فاستبعدة من المشاركة في الدوري الاوروبي لمدة موسم واحد على ان يجدول ديونه او التزاماته المادية لحد 2022 رجعوا تاني جدولة المدة 4 سنين رجعوا السنة دي بصوا في الحاجات لقوه مجدول حوالي 80% او 90% فوقعوا عليه عقوبة هي الاقل ما بين الاندية اللي وغع عليها عقوبات مادية ب 2 مليون يورو فقط وجدولوله تاني لـ 2024 لشان خلاص انت في الاربع سنين اللي فاته خلصت 80% ما يسلك 20% في سنتين سهل انها تتعامل ده باختصار قانون اللعب المال النظيف بعد دخول مستثمر اجنابي اعتقد قصة هنا بتختلف لانه المستثمر ده وافترض انه بيستحوز وبيضخ اموال دي تدخل في الحسابات اللي بتبقى برح لها علاقة انت بيتصرف من النادي جبت مستثمر انت صرفت من خزينة ما هو المستثمر ده هو مالك النادي فبالتالي هو بيصرف من ميزانية النادي بيدخ اموال في ميزانية النادي والنادي هو اللي بيصرف يعني انا مستثمر ريد بيرد مثلا في اموال المستثمر مليار ملات ومتين فبالتالي مليار يورو باثاعهم أنت لازم تدخل مكانهم تسع مائة. دخلت اوكي ما دخلتش خلاص. فهي ملاش علاقة. أنا دخلت ولا ما دخلتش. ليه علاقة في الآخر؟ يعني المهم بتخش خزنة الناس. إنه الإرادات يتبقى من عملية التشغيل. بالضبط كذلك. يعني عشان ما بقاش في بقى فكرة الماني لوندري. أو فكرة أموال أو إلى أفضل. بس الفكرة بقى اللي نتكلم فيها. آه قانون اللعب المال النظيف لطيف. وبيتطبق على فرق وفرق لا. وسمعنا أزمة مانشستر سيتي. وأنها يتوقع عليها عقوبات. هو بيتطبق في دوريات. ودوريات لا. وعلى عنديها لا. بالضبط. المفاجأة الحلوة. إننا كده اليويف داخل في فترة من السنة دي. أو السنة اللي فاتت. إن قانون اللعب المالي النظيف ده. بدأت البنود تهدى شوية. فترة فترة فترة. مع دخول نصر الخليفي. إنه هو تولى رئاسة. بي اجي. لا مش رئاسة البي اجي باش. رئاسة الأندية المحترفة في اليويفا. هو المسؤول الأول داخل اليويفا. مكان أنييرلي. كان ساعتها أنييرلي. كان رئيس اليويفي. هو كلمته المسموعة ما بين الأندية. حاليا الخليفي دخل مكانه بعد مشروع السوبر الأوروبي. تم طارد أنييرلي من اليويفا. وتولى المنصب الخليفي. بعد تولى الخليفي مباشرة. بدأت الأخبار تنتشر عن. تسهيل شوية بنود في الله بالمال النظيف. والخليفي لما سندوق الاستثمار القطري. مسك باريس سان جرمان كان فيه كده شوية. حاجات مش هنقول عليها قانونية. لكن هي كورق. وعلى الورق هي سليمة. أنا جاي لي طيران قطر. جاي لي عقد رعاية مثلاً 200 مليون. 250 مليون. هو عقد رعاية رسمي. أنا اتعقت مع ليونيل ميسي. مداخلي مليوني الميسي 620 مليون. وده حقيقي على فكرة. 620 مليون مداخلي بس. من ميسي بس. عقد رعاية دخلت للنادي لميسي. لأن الشركات بتتهافت على ليونيل ميسي. هناك تصريحات من المسؤولين في برشلونة. أنه عشرين تلاتة عشرين. نو كامب أو كامب نو. جاهز بالميسي من جديد. وخصوصاً أنها هيبقى في صفقة انتقال حر. وأنها صفقة وارد جداً أنها تحصل. هناك خبر بيقول أن ميسي مش هجدد لباريس سان جرمان. نازل في إزاعة كتالونية لسه عارين. ما أعتقدش أن ميسي ممكن يجدد. هو آخر موسي الليل السنة دي. وشافي فيت صلات. يعني فيت صلات حتى الصحافة الكتالونية. كلمت أن فيت صلات ما بين شافي مباشرة مع ميسي. وميسي حسم أمره أنه هو مش هجدد لباريس سان جرمان. وهيرجع تاني لبرشلونة. أعتقد صفقة بيحتاجها النادي الكتالوني. بعد التدعمات اللي موجودة. خلاص الفرقة بقت جاهزة. أنها تشيل لعيب حالياً. يعني الكلمة صعبة. لكنها تشيل لعيب مثل ليونيل ميسي. ليونيل ميسي على مدار 15 سنة اللي فاتت. هو اللي شال بارشلونة. لكن حالياً ليونيل ميسي محتاج فريق يشيل. وبرشلونة أعتقد أنه بقى الفريق اللي يقدر يشيل ليونيل ميسي في الملع. فنرجع تاني للموضوع المداخل دي. هارجع للموضوعنا تاني. الكلام المرتبط بفكرة الخنون اللعب الماء النظيف. والمرأبة بين الإيرادات والمصروفات. ده أدعى أن الأندية تصرف بشكل يخليها بحرص شديد جداً. وبنحس الفريق بتحطي في صفقات. يعني يبقى ليها مردود فني. ولها استفادة مدية بعد كده. مثل ما فاروق كان يقول ميسي جاب بمجرد تعاقد معها 620 مليون يور. أنا النهاردة جايب لحضراتكم. وهستعرض مع فاروق وخالد دلوقتي بالأرقام جدول. وده مرتبط كبان بالأسعار الفلكية اللي بقيتها من اسمحها في سوق الانتقالات. وفي أوقات كتير جداً بيبقى فيه فكرة الأوفر ريتنج. يعني اللعيب أو الصفقة دي. لعيب اكس بصرف النظر على الاسم يعني. هو حقيقة منشستر انتد متفوق في الموضوع ده. والصفقة من غير معرف كده ومن غير مفتح في الكتاب هاني مجواير مثلا. بيبقى اللعيب قيمته التسويقية مثلا 60 مليون. فتلاقي منشستر رايح جايبه ب75 مليون. لعيب مثلا قيمته 20 مليون تلاقي منشستر عارض 45 مليون. الأرقام اللي حاملاتكم شايفينها دي. ما بين الانفستد أو اللي تم استثمره وضخه. والمفروض ان هو القيمة الفعلية. على مدار العشر سنين منشستر يونيتد بيجي في المركز الأول. أريته ازاي الأرقام دي. والحقيقة ان منشستر طول عمره. يعني أنا فاكر حتى في الفترة الزهبية مع أليكس فيليكسن. ما كانش بيعتمد على الصفقات اللي ملعر تقيل. بالعكس كان بيطلع منه نجوم كبار جدا. إزاي بتشوفوا التحول اللي حصل ده. وإيه رأيتكم؟ رأيتكم مثلا القصة بتاعت منشستر يونيتد. وهل ممكن ندواجه مشاكل في موضوع اللعب المالي نظيف مستقبلا؟ خالي فاروق. لا أنا كنت شوفه هو يعايد غبدا. لا منشستر أتكلم أنا على منشستر. بحين نتكلم 20 سنين من منشستر. لكن 고قي حالكس في راقد كان در Until тебя منشستر والمدير دي القائمة boards. كما قلنا سير أليكس فيركسون كان إليكس فيركسون بيعمل كل شيء في منشستر يونيتد. وه�至م كان مدير نرياض منشستر يونيتد. سير أليكس فيركسون كان مدرب منشستر يونيتد. كان مدرب لمدرب منشستر يونيتد كان آليكس فى لأراضين دولةك. حاذا أتيك ذلك فاروق مت phải yardك مساحتك كاملة. والان مضطر طلع فاصل. فخليني أروح الفاصل وأرجع بعده أسمع رأي فاروق وخالد سواء من قمة القايمة أو من ديل القايمة هنتبه مع حضراتكم بس بعد فاصل سريع الإدارة تقر بضرورة تقليص النفقات هيبقى موت وخرب ديار بقى لهم عشر السنين بيصرفوا فلوس وشعافين ياخدوا بطولة جماعة يعني احنا بنتكلم هنا على إجمالي صفقات تقريبا داخل في مليار ونص مليار يورو في صفقات قيمتها الحقيقية مفترض أو يعني قيمتها السوقية مليار وربع يعني أكتر نادي صارف فوق البدجت بحوالي ربع مليار دولار أو ربع مليار يورو رقم رقم فلكي ومعظم الصفقات يعني خلينا بقى متفقين ما قدرتش تحدث الفارق يعني فشل زي ما بقول لك منشستر رونايتل بعد مرحلة السير أليكس فريكسون كان فيه فرق كبير في كل المركز والتخبط كبير في النادي لأن السير أليكس فريكسون كان للكلمة العليا في منشستر رونايتل وهو حاب يريح دماغه من الموضوع يمكن بس عشان معنا الصورة نتكلم أن رقم 238 ده ده فرق ما بين أسعار اللعيبة المطالبة بالنادي يدفعهم والأسعار اللي هو دفعهم بالفعل يعني صفقة مثلا زي أنتوني اللي جابه منشستر رونايتل بمئة مليون يورو هو أنتوني ده لو كان منشستر رونايتل جابه في بداية سوق الانتقالات كان بسبعين مليون يورو بس لكن ما جابوش وتأخر كتير مع أنه كان هدف من أهداف تين هاج وتأخر كتير أيكس ضغط عليه ضغط على النادي لأنه لو ما بعهوش هو الأهداف اللي موجودة أو الكاتول هيلة في السوق وطلب مئة مليون والنادي دفع مئة مليون مع أنه كان النادي يجيبه سبعين مليون في بداية السيزن في الوقت اللي كان برشنون اللي هو النموذج الثاني معنا بيخلص صفقاته كلها بيجيب رافينيو بيجيب ليفاندوفسكي وعرفه عايز بيجيبه كان 50 مليون لستر بيكلم ب50 مليون من 50 ل60 مليون لا لا وعرضوه على الناب 10 مليون كان ساعتها لأنه هو هاري مجوار خبالك بس نقطة تكتيكية كده هاري مجوار هو كويس في فرق الوسط والقاع ليه لأن فرق الوسط والقاع بتتراجع دفاعيا وبتتراجع لممطقتها ما بيبقاش فيه وراهم ساحات فما بتحتاجش سرعات فما بتظهرش أخطاء هاري مجوار تكشف هو في اليونيتد فرق دفاعها متقدم مطالب دايما في انت تلحق المرتدات فبيبان عيوب وبيبان أخطاء لكن هو في اليستر سيتي كان واحد من أهم وأفضل مدافعين الدوري ودي حقيقة منشستر يونيتد دفع فيه المبلغ ده ليه على الجانب الآخر بيبق جوار ديولا تلع في المؤتمر صحف يقال أنا عايز هاري مجوار وهاري مجوار مدافع بيبني الكورة بشكل كويس وهيفيد منشستر سيتي منشستر يونيتد تحرك بشكل غريب جدا دفع خمسة وتمانين مليون وخلي أغلى مدافع في التاريخ يمكن جوار ديولا كان بيحفر الكمين ممكن لا 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 بس دي حالية لا لا هو فعلا كان عايزه يعني هو كان مقتنع به لكن بالنسبة لنا يعني بقرنوا بعمل خط الدفاع في فاكر مثلا يابستام فاكر ريو فردونيند نسكت 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 نوعاتاولة لك هاري مجوار تعرف ان فيه كوميكس الوقت بتطلع وحاجات كده على المنتخب الإنجليزي الخطائين اللي عملهم ضد ألمانيا خلاص الشعب الإنجليزي نفسه بيطالب النهاري مجوار من باش موجود في المنتخب وهو بيطلع يعتذر فاحنا بنتكلم ان منشستو نايتد كان فيه تخبطات وكان فيه أخطاء كتير على مدار العشر السنين اللي فات وكلها أخطاء رياضية في قرارات رياضية من الإدارة حتى ما إيريك كانتونا نتكلم تلع في لقاء وقال أنا عرضت نفسي ان أنا أشتغل كرئيس لكورة القدم في نادي منشستو نايتد وهم رفضوا إيريك كانتونا ده واحد من أساطير النادي واحد من أهم العيبة في تاريخ منشستو نايتد قال أنا كنت عايز أنقص النادي لأن كنت شايف قرارات كتير إدارية غلط ومحتاجة حد بيفهم في كورة القدم ما كانش موجود حد بيفهم في كورة القدم ولحد الوقت مش موجود شخص أو مدير رياضي في آخر عشر سنين في منشستو نايتد شخص اللي هو يقدر يتعاقد مع العيبة يقدر يكون ليه قرارات مهمة بيتمحور عليها مستقبل النادي ونتيجة تخبطات كتير في العشر سنين اللي فاتت النادي حاليا وإحنا بس نتكلم في نادي هو الأعلى ميزانية أجور هو الأعلى في الإنفاق وعشر سنين بدون نجاحات رياضية ورغم كده مكمل وده نقطة مهمة جدا ورغم كده مكمل وده لحنا يعني ده واحدة من الحاجات المهمة جدا نحكلم فيها خالد فكرة أنه القصة مش قصة فلوس بس يعني منشستر يونايتد صرف مبلغ هو الأعلى هو واحد من أغنى أنية العلم أن لم يكن أغنىها فريق مثل بي أجي مثلا صرف مبلغ فلكية في التلاتة سيزن الأخرانين ورغم كده مقدرش يوصل فقصة مش قصة فلوس بس قصة مش قصة إمكانيات ما تداية بس لا معادلة سيبك من أن تكسب ولا تخسر فلوس يعني أنا ممكن فيه عندها كتير جدا ما بتحققش بطولة لكن بتعرف تكسب عندها زي بانفيكا زي بروسيا دوكمون زي أكسا مستردام زي أرسنل في فترة من الفترات آه بينفقوا بس بيكسبوا فلوس ما بيحققوش بطولات لكن بيبقى فيه مردود أو عائد مدي من من الانفاق ده لكن كمان بقصر فلوس وما بحققش بطولة قصة على علامة استفهم كبيرة هي عمرها ما كانت مرتبطة بالفلوس الفكرة في الأساس فكرة المشروع اللي أنا براهن عليه في كل مراحل حياتي مع قرات القدم المشروع دائما بيكسب ولين نماذج كتير قوي على ده خلونا نبدأ كده نستعرض سريعا النماذج ريال مدريد جلاكتكوس واحد وجلاكتكوس اتنين الفين واثنين و الفين و عشرة جلاكتكوس واحد بالأسامة اللي احنا عارفينها رقول زيدان باكم متخب العالم جلاكتكوس اتنين بزبط كده جلاكتكوس اتنين جلاكتكوس التاني الفين وتسعاب ريكاردو كاكا كريستيانو رونالدو أزيل دي ماريا هجويين الكلام ده كله فشلوا مفيش نجاحات تذكر الحقبة بتاعت برشلونة اللي هي المنورة قوي الحقبة الذهبية لبرشلونة جاءت في عصر كان المفروض انه محسوب على جلاكتكوس التاني اللي هو ريال مدريد ريال مدريد لما تخلى عن فكرة الجلاكتكوس وبدأ يحط الفكرة اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة تقريبا القبل اللي فاتت التعاقدات الذكية ان انا بجيب الاحتياجات بتاعتي مش لازم اجيب اكتر اسم منور في مكانه بس انا هجيب اكتر اسم يفيدني في المكان ده هي فكرة المشروع ميلا ميلا زي ما كنت بقولك 2018 صرف 200 مليون في صفقات النقطة اللي بيكلم فيها خليدي تمسينا احنا احنا بنيكلم في اوروبا بنيكلم في حتى يمكن بيد بس تمسينا قوي ودي رسالة الجمهور النادي الاهلي الحقيقة هي قصة مش قصة انت بتصرف قد ايه ومش قصة انت بتجيب اسماء عاملة ازاي ومش قصة بتجيب كم صفقة عشان تقدر تقول انك انت عملت سكواد جاهز ياخد كل البطولات لو بصيت الاسكواد بتاع منشستر يونيتد في الاربع خمس سنين اللي فاتوا لو بصيتها على اسكواد بتاع منشستر يونيتد السيزن ده هتلاقي انه في اسماء على اعلى مستوى اسماء مفترض كده لما تحطها بالورا والقلم عادي جدا ان يونيتد يبقى ينافس على البرومير ليج او ياخد لقب بريمير ليج وعادي جدا ان فريق زي الاسكواد او سكواد زي اليونيتد ياخد بطولة شاكترينز ليج صح او او غلط وعلى فكرة وزي ما انت ما بتقول احنا لو رجعنا بالزمن لألفين وتلاتة ألفين واثنين تحديدا هنلاقي انه الاهل بيتعاقد مع لاعب من غزل المحلة اسمه محمد شوقي لعب كويس في غزل المحلة بس مش اكتر اسمه منور في خط نص الدور المصري وتحول الى محمد شوقي كان مصري انا اتحول الى محمد شوقي واغل جمعة كان ابو تريك ابو تريكا واغل جمعة محمد شوقي ولكن انا هخص بالذكر محمد شوقي واغل جمعة تحديدا كمان ليه واغل جمعة كان في الفترة بتاعت الفين وواحد كان جدا بس عنده اخطاء ولكن كان واضح انه لو عاركت الاخطاء دي عنده الواجطي عنده البرومzial فتم التعاقد معاها مش اكتر اسم منور. ولكن ما لديه ذي كان عنده رؤية. وقل الجمعة اللي جيه الأهلي. مزي وقل الجمعة اللي عتزل في الأهل. نتكلم على اثنين لعيبة تقريبا مختلفين. عصام الحضري. لما نتكلم. هي فكرة المشروع. هفهم قزيب. لما نتكلم على فكرة المشروع. ميلاً 2018 زي ما كنت بقول لك. صرف مئتين مليون أو مئتين وشوية مليون. صفقات لا طائل منها ولا طائل لها. لما بدأ يحقق الإنجازات. بدأ يحقق الإنجازات بفكرة المشروع. فكرة أنا هجيب البروفايلز اللي تنفع خطة استفانو بيولي. نعرف نخدم على خطة استفانو بيولي بالطريقة اللي تناسبه. مش لازم أجيب صفقة بمئة مليون. ولكن هجيب صفقة تنفعه. خلينا نجري في الأحداث سريعا. من 2002 و2003 الأهلي. و2018. اسمه اللي كنت لسه أتكلم عنه دلوقتي ده. ميلاً. نرجع بالزمن شوية ل2015 ليفر بول. ليفر بول في القايمة اللي كانت قدامنا على الشاشة هو متذيل الترتيب. 18. ودي حاجة كويسة. 19. مناسبة 19. مناسبة القايمة دي. 70% منها أنديه إنجليزي. بالظبط كده. ده نعم الأرباح الكبيرة جداً لدور الإنجليزي. بس ما فيش مشروعه أو أرباحه بتنفق. يعني سوري في الكلمة بعبط. يعني نفهم أصلي بننفق الحاجات. يعني القايمة اللي قدامنا ديت فيها تسع أنديه من إنجلترا. أربعة من فرنسا. تلاتة من إيطاليا. اتنين من ألمانيا. واحدة من أسبانيا. الفريق الوحيد اللي في أسبانيا اللي فيها هو ريال مادريد. بعدما تخلى عن فكرة الجلاكتيكوس. بعدما تخلى عن فكرة مشروع الجلاكتيكوس. مشروع الجمال العالم. اللي بيعمله باريس تانجرمان دلوقتي. واللي إن شاء الله مش يوصل لأي حاجة فيه. لأننا ضد دخول الفلوس بالشكل ده في كرة القدم. المشروع أهم بكتير. عشان كده هنرجع تاني لألفين وخمستاشر. مع ليفربول اللي قدامنا على الشاشة. اللي هو اللي بيتضايل القائمة التسعة طوش. نتيجي وإحنا بنبص على قائمة. نحابب أخذ تجربة تانية. وخصوصا بعد المعاناة. يعني يكون بقنات كذا سنة بنسمع مع معاناة برشلونة. تمام. معظم النجوم اللي كانت جابت كل الأرقاب. مشيت أو رحلت الفريق عانا. ديون مشاكل صراعات. ثم جي لابورتا وجيت شابي. فتحولت الأمور بسرعة جدا. يعني لما واحد من عشاء البرسة يعني. أنا بحب الكرة الحالوة وياما استبتعى. طبعا. صعب علي أنه ده يبقى حال البرسة كده. ولما كنا بنتكلم الناس اللي بتشجع برشلونة. هنرجع أمتى؟ نحن نتكلم في خمس ست سنين يا جماعة. فإيز بنا فجأة نبص لأن الأمور بتتصلح بسرعة جدا. والبرسة بيرجع إلى حد كبير جدا لقويته والبريقه مرة تانية. تعال نشوف إنفو جراف أو مجموعة من الأرقام توضح لنا البرسة أشتغل إزاي وعمل إيه. ونرجع أن يهمني أسمع رأي فاروق وخالد في قصة برشلونة. لأنها تجربة الحقيقة كانت مهمة جدا وملهمة جدا في نفس الوقت. نشوف مع حضراتكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا أحد كان يتوقع أبدا أن ميسي في يوم الأيام ممكن يقلع تيشيرت برشلونة ويطلع برأة أسبانيا ويروح لإنازيزة بي أجي. لولا الظروف القاسية والمرحلة الصعبة التي عانى منها البرسة. لكن السنة دي قدر يقوم بسرعة. ايه أكتر حاجة نورت في تجربة برشلونة مع لابورتا وتشابي؟ لابورتا. أكتر حاجة منورة في تجربة دي كلها هي لابورتا. والفارق ما بينه وما بين بارتوميو. الفارق ما بين واحد عارف إزاي. مش هنعيد تاني قصة الروافع الاقتصادية والكلام ده كله. ولكن واحد عارف من أين تقل الكتف. واحد كان رئيس نادي برشلونة في الحقبة الذهبية بتاعتها. وقائد النادي أو قائد الفريق اللي هو تشابي. واحد من أهم عناصر الحقبة الذهبية. فهما اللي اتنين فاهمين كويس قوي أنه ليس بالفلوس هي بالمشروع. لمسيحة تشابي خارج لمسيحة بوسكتس خارج لمسيحة إنيستا خارج لمسيحة بويول خارج لمسيحة. الفكرة في الكلام ده كله أنه هي مش بالفلوس. الفلوس ممكن نجيب بيها صفقة صفقتين نمركت بيها للبروجيكت. زي 2003 لما كان ريال مدريد وهي الخسارة بالنسبة لي. الخسارة الأكبر في تاريخه. لما قرر أنه هو ما يضم رونالدينو عشان مش هيبيع تشيرتات فجاب ديفيد باكم. فتحول رونالدينو إلى رونالدينو وبع تشيرتات وكسب ألقاب وعمل كل حاجة. الفكرة في المشروع. الفلوس مش كل حاجة. المشروع هيجيب لك فلوس بعد كده. عشان كده لما نتكلم دلوقتي عن الرافع الاقتصادية والخروج من الأزمة اللي تكلمنا عنها في المرة اللي فاتت. تحت قيادة لابورتا. صفقات كتير جدا بعوائد مادية أو بمقابل مدي مدفوع قليل جدا. وبعوائد مادية كبيرة من بيع تشيرتات ومن ألقاب متوقعة والكلام ده كله. خليني فيه عجالة أربط ما بين ده وما بين ليفر بول اللي كنتم تكلم عنه قبل الفاصل. قبل ما نروح ليفر بول عايزة أكلم على إيه اللي عمله. الخطوات اللي خدتها دارة باشتونة يعني لابورتا معروف طبعا رئيس تاريخي وكان موجود في مرحلة فترة زهبية وجوده مع تشابي. لكن هل القصة يعني تغيير رئيس برئيس تنقل النقلة دي بالسرعة دي. في ظل الظروف الصعبة اللي كان بيعاني منها. لعبوها ازاي الجيم ده تلعب ازاي فاروق في الفيديو؟ الجيم ده تلعب ازاي. لابورتا لما جيه هو محتاج فلوس. وعنده أزمة واضحة وصريحة بتمنعه من التعاقد مع العيب. التمويل. فلازم يحل المعضلتين. المعضلة بتاعت الرواتب لأن برشلونة كان رواتبه اللي جاء حطيت له سقف الرواتب. ده نتيجة أنه عنده خسار وعنده ديون. حطيت له سقف الرواتب أعتقد كان 120 أو 130 مليون. على الجانب الأخر ريال مدريد 720 في فرق سقف الرواتب. حاليا برشلونة في آخر قايمة نزلت من اللي جاء سقف الرواتب عدل 600 مليون. فيتعاقد مع اللي هو عايزه. سقف الرواتب عدل برشلونة. حصل إيه لابورتا كان قدامه أنه هو أرباح النادي بتجيله على مدار سنوات. يعني مثلا أرباح البس بتجيلي على مدار كل سنة بيجيلي عائد من الشركات البس. أنا عايز الأرباح دي حاليا تبقى موجودة في النادي. فأعمل إيه؟ أبيع لشركات تانية الأرباح اللي هي هتجيلها مستقبلا بمبلغ آه أقل بس هاخده بشكل فوري. يعني الشركات اللي هو باعليها في الرافع الاقتصادية هتستفيد من برشلونة آه هتستفيد. هتاخد فلوسها بفوائد آه هتاخد فلوسها بفوائد بس برشلونة استفاد إيه؟ إن الفلوس جات له بشكل فوري. جات له الفلوس بشكل فوري قدر يدخلها في منظومة الأرباح بتاعته. ولما الأرباح زادت بقى اتعدت المصروفات تدريجيا سقف الرواتب بتفتح التعاقد بقى فيه تعاقد مع صفاقات. فهو فكرة أعتقد فكرة اقتصادي ممتاز تماما. على الجانب الآخر بقى كان فيه جانب رياضي. ما هو أنا معايا فلوس. إحنا كلمنا عمشي السنواتين فيه فلوس لكن الجانب الرياضي. والتصرف الفلوس دي كان سايق تماما. لما كانش فيه مدير واضح في برشلونة عقد مع مين؟. أفضل مدير رياضي في الكرة الأسبانية ماتيو ألماني. ماتيو ألماني كان مسك نادي فالنسيا وكان هو المدير والمشرف على نادي فالنسيا. وقدر يحقق نجاحات مع بيتر ليم اللي هو المالك اللي الناس كلها أجمعت. إنه صعب جدا نتحقق مع نجاحات. لكن هو كان واحد من اللي يقدروا يوقفوا فالنسيا على رجلهم لفترة طويلة. اتعاقد مع برشلونة. قدر في السيزن ده أو في سوء الانتقالات ده يحط أهداف واضحة مع تشافي. وتعاقدات كانت سهلة وسهلسة وسريعة. أريد أن أقف معك في الحتة دي. أفتكر التصريح لنجزمن مدير فني التعبان كان بيكلم على أنه مستغرب جدا أن كل اللعيبة عايزة. والنادي ده بأي صفقة أو أي لعيب بيقول أنه أنا عايزه بيبقى عايزة يلعب عنده. أريد أن أفتكر وأنت لسا تقول على صفقة أنتوني في المانيونات. أريد أن أتوني لعيب هاي. واحد من أكتر العيبة اللي أحب أن أتفرج عليهم وإمكانياته حقيقة رهيبة يعني. لكن في النهاية اليونايتد عمل صفقة أنتوني تقريبا كلفته 100 مليون. بص باشتونة. هنالكلم على بلدينجا ببعضه. قريبين جدا من بعض. باشتونة جاب ليفاندوفسكي وجاب رافينيا وجاب كيسي وجاب كوندي وجاب ماركوس ألونسو وجاب كريستنسون. وجاب حد تاني كيسي أومن ميلين. وأعتقد فيه صفقة تانية. كل ده نتكلم في حدود 150 مليون. بليرين. بليرين بالزبط كده. يعني فيه هنا برضو دي أوروبا ودي أوروبا. دي أسبانيا ودي إنجلترا. ده برشلونة وده ينايتد. هذا كيف ده التخطيط؟ ده تخطيط تكلم عليه. حتى الكلام اللي كان فاروق بيتكلم عنه في كلامه عن برشلونة. هي الفكرة فيها. احنا تكلمنا عن الروافر. لأخصرها فأنا مش عايز أستعرض كثيرا بالزبط. ولكن هي الفكرة. لما كنت بقول لك إنه لابورت عارف من أين تقل الكاتف. هو أنا عشان كنت عايز أجري بسرعة عشان ألم الموضوع كله. عايز أربط ليفر بول. عشان عايز أربط ليفر بول برشلونة عشان أوضح الفقر ما بين الاثنين. فاروق فصصها تفصيصة جميلة قوي. إنه الفوايد كلها المكتسبة من جانب برشلونة. أنا هاخدها دلوقتي. في ظل المشكلة اللي عندي المادية. الثاني اللي هو برشلونة وقعنا في المشكلة دي أو وقع برشلونة في المشكلة دي. أنا مش محتاج جريزمن. لا لا هاته بس بمئة مليون. مية وخمسين مش مشكلة. دامبلي. مية وعشرين. كوتينيو. كوتينيو. تماظ دي. الفكرة في الإنفاق بدون فحط برشلونة في أزمة. كيف خرج برشلونة من الأزمة دي؟ هو اللي فاروق اللي لسه بشرحه بالاستفادة الجميلة بتاعته أو بالتفصيص الدقيق بتاعه. في فكرة إن أنا ببيع لسبوتيفاي وباخد التلتمية مليون يورو دلوقتي. ببيع حقوق البث التلفزيوني اللي هي المفروض لسيكث ستريت الأمريكية زي ما كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت. وباخد الفلوس بتاعة عوائد البث دلوقتي لشي أخدها في آخر السيزن. وكذا. عايزة روح لنقطة أخيرة واربطها وعندنا هنا. برضو جزء من الأرقام الفلكية اللي أنا بني سمحها يعني في سوق الانتقالات بره يعني. هو فكرة الصراع اللي ممكن يكون موجود بين الأندية على اللاعب ده. حالة الصراع دي ممكن تخلي النازل اللي بيملك الكارت بتاعه أو يعني ورقة بتاعة اللاعب ده. تعلي. اللي خاصة أنا ليه لفت نظري لأنه السندي الأهلي قدر يتعامل معنا رفده بشكل كويس جدا. يعني فكرة المغالاة في الطلبات. فكرة الأرقام الفلكية. اللي وصلت لأن الجمهور بيقولك إحنا بنسمع عن أرقام بعشرات الملايين. وبنشوف شكرة في الملعب تتناسب مع حجم الأرقام والصفقات دي. شايف الحتة دي ازاي. وشايف تعامل الأهلي مع المركات والسندي ازاي فاروق؟ خلينا نتكلم إن إيه اللي خليك تروح تدفع أو تبقى متهور في الدفع وراء لعب؟ إنه يكون فيه فرقات كبيرة جدا ما بينه وما بين اللعبة اللي حوالي. حاليا في الدور المصري أو في الكرة المصرية. ما اعتقدش إن فيه لعب في الدور المصري يخليك تروح. النادي عايز خمسة مليون زيادة. لا هدفعهم مهاته. لأن اللعب ده فارق بشكل كبير جدا على اللحوالي. ده مش موجود. الكواليتي بتاع اللعب ده مش موجود. فبالتالي نادي الأهلي لما سمع إن فيه نادي بيطالب بمطالب خيالية. خلاص أنا مش عايز اللعيب. أنا عندي لعيبة توقفني في مصر وتديني كل البطولات سواء داخل مصر أو خارج مصر. أنا بطعم الفرقة وبعزز الفرقة لاحتياجاتي لعناصر مختلفة وخيارات مختلفة. لكن هل عندك أنت اللعيب الفارق اللي قدر أدفع فيه المبلغ ده وهو فارق عن كل لعيبة؟ ده مش موجود. فخلاص الفترة اللي كان فيها الصراع في الكرة المصرية وفيه المبالغ الخيالية أعتقد أن الأواني النهائي تنتهي. لأن حاليا الفارق كلها بسيطة ما بين اللعيب. فما أعتقدش فيه لعب تدخل عليه صراع ويكبرك إن أنت تدفع فيه ملايين. ده موجود على مستوى العالم. لا هو فيه فوارق كبيرة ما بين اللعيب تدفع فيه 70 مليون. ولا هي بتدفع فيه 50 مليون. ولا هي بتدفع فيه 100 مليون. الفوارق واضحة في اللعيبة العالمية. وهي دي اللعيبة اللي بتصنع البطولات بصنع اللعيب زي دارو النوناز راح لفيربول بصفقة أغلى من صفقة انتقال هلن من دورتبوند لمنزل هي دي بقى القرارات الرياضية اللي احنا بنتكلم عليه لما برشلونة جاب جريزمان وكوتينيو فشل مع انه هم كانوا لعيبة كويسة لكن ده فشل في الاختيار حاليا لما جابوا رافينيا وليفاندوفسكي الفريق في القمة هو ده الاختيار هممكن ندفع 100 مليون في لعبة الادارة انت بتكلم هنا يعني حجر الزاوية في القصة الادارة طيب قبل مختم الحلقة وسريعا طبعا هنفرد بقى احنا داخلين على اهم بطولة بنستناها كل اربع سنين مرة كاس العالم وانا وانحنا بنتابع الاجندة الداولية كده 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 خدت القرار ولا لسه انا سبتك برحت طيب احنا اتفقنا انا وخالد وفاروق على انه المربع دهبي في كاس العالم اللي جايدة ارجنتين وبرازيل الاثنين دول احنا تلاتة من التفقين عليهم اختلفنا في الاضلاع المتبقية فاروق اختار الاستاذ لسه ما اختارش فيه واحد لا انا قلت انا المفاجأ الكبير انا بسجل اسبانيا مش تيها المفاجأ انا رشحت اسبانيا عشان ايه مش مفاجأ المفاجأ بتاعتي سربيا والمفاجأ ونقض مع بعض لو حصل احنا متسجل يا تاريخ اه لو حصل خالد اختار هولندا وبرتغال هولندا والبرتغال عن عدم اقتناع بالنسبة 100% بس ان هي ابرز المرشحين بس هي هولندا انا اخترت ايه فرنسا وبلجيك فرنسا وبلجيك وكان نفسي والله اعزنوا انجلترا كده في حتة يعني بس يعني حاسس انها يعني هنكسب بلجيك هرجال متشجل هنكسب بلجيك هنكسب بلجيك ماشكسب بلجيك هنكسب بلجيك هنكسب بلجيك احنا مع الحامدلال لان ايطاليا مش موجودة كلها العام الحقيقة بحل الكلام اللي اللي هنهارضا انه قياس التجربة ابدا لم يكن مرتبط بفكرة القدرات المالية عنديه كتير جدا على مستوى العالم اهمها وابرزها نموذج من اللي احنا نتكلمنا فيه النهارضا زي من يونايتد وزي بي اي جي عندهم قدرات عالية ان هم يكونوا منتخبات عالية. وعندهم قدراتهم يجيبوا أهم سوبر ستارز موجودين. لكن هل ده بالضرورة يترجم لقصة النجاح؟ هل ده بالضرورة يترجم لبطونات وألقاب؟ لا. القصة مش قيدة خالص. القصة في إدارة فنية تعرف تحط المعدلة اللي اتحقق بيها أهدافها. اتحقق بيها يعني التارجت أو الحاجة اللي هي بتسع التحقيه. في حدود الإمكانيات المتاحة. وتجارب على كده كتير جدا أهمها طبعا السندي اللي واضح للناس كلها هو برشتونة اللي نجح بشكل كبير جدا لبورتا وتشابي ان هم يرجعوا برشتونة على الأقل عن تراك. صحيح لسه ما وصلش تحقيه ألقاب. لكن الناس كلها شايفة النهاردة برشتونة بصورة غير. دورتوا الدنيا وسعداء دايما بوجودكم معنا. وإن شاء الله بإذن الله الإسبوع جاي راجعنا بشامبيونز ديج مرة تانية. عندكم مواجهة قاسية. هي الجولة كلها فاكساني لفجر المواجهة دي ومواجهة الانتر وبرشلونة. المرة اللي غاية بإخناقة ما بيني وبيون فاروق. هو مع بوتر قلبا وقالبا وأنا ميلا فنهتبقى إخناقة. نستمتع دايما بمتابعة حضراتكم لينا. نتمنى إن شاء الله نقابلكم على كل خير في حلقة جديدة في السادسة. تحياتي لكم.